ومن العاصمة واشنطن ينضم إلينا اللواء فلودمير هافريلوذ نائب وزير الدفاع الأوكراني مرحبا سيد فلودمير معنا وشكرا على قبول هذه الدعوة بداية أين وصلت القوات الأوكرانية شرقا بعد السعادة السيطرة مؤخرا على عشرات المناطق في خاركيف تحديدا الأوكرانيون طلقوا كثير من الدعم للدول الغربية ونحن نجحنا في قيام بعملية هجوم مضادة في الشرق ونحن راضون بنتيجة هذه الهجمة المضادة ثمانية آلاف كيلومتر مربع تم استعادتها من روسيا كانت محتلة من قابل وسنستمر في دفعنا باتجاه الجنوب بعد ستة شهور من الحرب لقد حصل الأوكرانيون على زمام المبادرة ونريد تحرير المزيد من الأراضي طيب خلال هذه العملية عمليات التحرير الأخيرة رئيس الأوكراني تحدث عن وجود مقابر جماعية وغرف تعذيب أيضا في إزيوم تحديدا هل من تفاصيل أوفى عن ما يجري وما اكتشفتموه؟ هذه المنطقة التي تم تحريرها كانت تحت الاحتلال منذ مارس هذا العام والكثير من الفضائع والأعمال الجرامية ارتكبت من قبل روسيا واكتشفناها بعد التحرير كان هناك علامات على التعذيب والكثير من السجناء الحرب قتلوا ونحن نستمر في تحقيقاتنا لتوفير المزيد من المعلومات للمجتمع الدولي حول ما جرى وإثارة الأمر ربما أمام الأمم المتحدة سيد هافريلوف أيضا كيف تنظرون إلى خطوة موسكو الأخيرة بلجوئها للشاحنات المتنقلة لتجنيد مقاتلين متعاقدين؟ روسيا عانت خسائر كثيرة في الشهور الخمسة الماضية من العملية وبالتالي هم يوجدون تحدي كبير في كيفية تعويض هذه الخسائر هم لديهم موارد محدودة بشرية بسبب الوضع الديمغرافي وأيضا ليس لديهم الأميال ما أكفي لدفع الرواتب وخسروا الكثير من المعدات الحديثة في هذه العملية وبالتالي هناك تحدي يواجههم في إيجاد عدد كافي من الجنود لخلق أو لكسر الفجوة وجسر الفجوة الكثير من الجنود تركوا مواقعهم وهربوا منه وهناك تدني في الروح المعنمية وأيضا خسروا الكثير من الضباط وأكثر من عشرة الجنرالات هذا تحدي حقيقي أمامهم لتشجيع الآخرين للانضمام إلى هذه الحرب الدموية وهذا تحدي كبير لأن الروح المعنوية منخفضة ولا يوجد حافظ كبير فيما يتعلق بالمساعدات أي المساعدات العسكرية الأمريكية لكم شكلت فارقا على أرض المعركة تلقينا كثير من الدعم من الولايات المتحدة المدفعية والدخائر ونظام هايمرس كل هذا ساهم في تغيير توازن الحرب طبعا نود الحصول على أمر آخر لمواجهة تفوق الروسي في المدفعية ولكن إذا استخدمنا أسلحة حديثة مع المعلومات ومع وجود حافظ لدى القوات الكرونية هذا سيخلق قوة لا يمكن قهرها في هذه الحرب نحن على اتصال مع شركائنا لتحقيق هذا الانتصار بشكل عاجل ولكن بالتقدمات الأخيرة التي حصلت هل أصبح من الممكن حسم المعركة دون أن تزودوا بهذه الأسلحة النوعية أو المتطورة والطائرات في ظل تحفظ الغرب حتى اللحظة عليها نحن نتلقى دعم كافي وأي زيادة في هذا الدعم سيكون أمر مرحب به ولكن رغم ذلك تعلمنا كثيرا حول استخدام الأسلحة الحديثة والتكنولوجيا ولدينا أيضا مجتمع مبتكر من المهندسين يساعد الجيش في مواجهة روسيا مرة أخرى سنربع هذه الحرب ليس فقط من خلال الموارد الداخلية بل الموارد أيضا من الدول الأوروبية والولايات المتحدة أيضا طيب أنتم الآن في واشنطن لإجراء محادثات إلى ماذا تتطلعون خلال هذه المحادثات الأخيرة وما العلاقة بينها وبين الدعم الأخير الذي أعلن عنها أيضا من قبل البيت الأبيض هناك علاقات جيدة للغاية مع الجيش الأمريكي ونطلقى دعم من الشعب الأمريكي ودعم لا حزبي من الكونغرس في واشنطن هناك فهم كامل لحاجاتنا وتحدياتنا وكيف نحل هذه التحديات بشكل ثنائي إنها مسألة وقت فقط حتى نحقق التأثير الفعال في هذه الحرب لقشنا الكثير من الأمور مساعدة فنية والتدريب وأمور أخرى أيضا لتطرق إلى الحاجات الحالية للجيش الأوكراني المحادثات تجري بشكل فعال للغاية رئيس الأمريكي وجه تحذيرا لنظيره الروسي قبل فترة من مغبة استخدام الأسلحة النووية في حربه على أوكرانيا هل برأيك بوتين سيلجأ لهذا الخيار هو خيار مطروح وإذا كان نعم كيف يمكن ثنيه عن ذلك بالطبع لا نعلم على وجه التحليل ما الذي يجري في رأس بوتين ومن حوله في أوكرانيا يجب أن نكون مستعدين لأي سيناريو في هذه الحرب هدفنا هو إنجاز استقلال وسيادة البلاد كما كانت قبل فبراير وعام 2014 قد يكون لك سيناريو يقوم من خلاله بوتين بنشر أسلحة نووية لست على ثقة بأنه سيتبع هذا السيناريو لأنه هذا لن يوقف شعب أوكرانيا من الدفاع عن بلادهم أو جيشنا من استمرار في جهوده في هذه الحرب ولكن سيقلق ذلك كثير من المشاكل لروسيا نفسها لأنه في هذه الحالة أوكرانيا ستضطر لاستخدام كل الوسائل الأخرى لهزيمة روسيا سيد هابريلوف فيما يتعلق بمحطة زابوريجيا النووية كيف يبدو الوضع الآن فيها وهل يمكن القول بأن المخاوف تجلت المحطة تحت مراقبة المنظمات الدولية الخاصة بالتقنوية هناك أناس من هذه المنظمة هناك وهناك محالثات بين قادة العالم حول هذا الموضوع نحن أيضا نحاول أن نجلب الانتباه من الولايات المتحدة والمنظمات الأخرى لهذه المحطة ونخشى من تدمير أو قصف لهذه المنطقة نحن لسنا مهتمين بالإضرار بهذه المحطة ولكن مع الآغة في الاعتبار ما حدث في شرنوبل في الماضي ولكن لا نستبعد أن تقوم روسيا باستفدازات حول هذه المحطة المحطة الآن مغلقة من ناحية إنتاج الطاقة وتوليد الطاقة ومهندسون يحلون الإبقاء عليها في حالة أمان ولكن رغم ذلك يجب أن نكون حريصين وحذرين في الأحداث الجارية حول هذه المحطة لأن هذا يقلق نوع من المخاطرة بالنسبة لأوكرونيا والمنطقة ككل فيما يتعلق بالوضع الإنساني في بداية الحرب كان هناك نزوح كان هناك لجوء أيضا للدول الأوروبية الآن كيف يمكن فهم هذا الوضع الآن حاليا خصوصا مع عودة الكثير من أوروبا معظم الأراضي الأوكرانية هي تحت سيطرة الجيش الأوكراني وقوات إنفاذ القانون وبدأ الناس في العودة إلى الأماكن لاستمرار في العمل والحياة بشكل عادية طبعا لا يوجد ضمان بوجود حياة عادية بالكامل لأن هناك إطلاق للصواريخ من روسيا لتدمير بنيتنا التحتية ولكن رغم ذلك نرى أن الكثير يعودون لدعم جهودنا وجهود المجتمع المدني المجتمع الأوكراني موحد ويركز على هزيمة روسيا في هذه الحرب لهذا نحن نحصل على دعم شعبنا والكثير يعود لهذا السبب للانضمام إلى جهودنا أخيرا وعلى عجالة متى يمكن إعلان الانتصار في الحرب لا أحد يعلم التوقيت لأن هذا صعب التنبؤ به ولكن نستطيع أن نحلل ديناميات هذه الحرب وهذه ديناميات تغيرت تماما بعد هجومنا المضاد في الشرق نرى هناك هروب للجنود والضباط وترك لأسلحتهم وبالتالي لا يمكن لروسيا تحقيق هجوم أو نجاح عسكري في هذه الحرب وأوكرانيا تزيد من قدراتها الدفاعية بسبب دعم الكثير من دول العالم عاجلا أم آجلا أوكرانيا ستحقق الانتصار في هذه الحرب متى نستطيع أن نحلل الأمور ولكن شعوري هو أنه سيكون هناك يوم الجيش الروسي سينهار وسيكون له تأثير مثل لعبة الدومينو ولن يكون لموسكو قدرة على التحكم وهذه ستكون بناية النهاية بالنسبة لروسيا اللواء فلودمير هابريلوف نائب وزير الدفاع الأوكراني كنت معنا من واشنطن شكرا جزيلا لك على قبول هذه الدعوة شكرا جزيلا لك